منذ ملايين من السنين عرفت إفريقيا الشمالية استقرار الإنسان إلا أن جل الكتب التاريخية القديمة التي تناولت بلدان شمال إفريقيا تحدثت عن حضارة الغزاة وثقافة الفاتحين ولغات المستعمرين وكأن هذه الأراضي من شمال إفريقيا لم يسكنها الإنسان ولم تعرف حضارة محلية ولم تنشأ فيها أي ثقافة ولم تمارس فيها أي لغة من اللغات ترى ما السبب الذي دفع هؤلاء المؤرخين يتجاهلون أو يتناسوا الكائن البشري المحلي من بين المفارقات العجيبة أن إعادة كتابة تاريخ الأجداد القدماء ومعرفة نمط عيشهم وثقافتهم وتقوسهم تعتمد في الأساس على العمارة الجنائزية منذ مئات الآلاف من السنين أدرك الإنسان أن الحياة لا معنى لها بدون الظروف الملائمة للحفاظ على البقاء وأهمها الماء والغذاء والماتة الأولية لصناعة أدوات الصيد والقطف والجزارة بعد قرنين من الزمن ستطرح أول الأسئلة حول أصول وسلالات الإنسان فلجأ الباحثون عن الأجوبة إلى النبش في القبور القديمة يحدوهم أمل العثور على دلائل أركيولوجية تزودهم بمعلومات قد تحسم في وضع تاريخ أو اكتشاف حضارة أو فك لغز من الغازمة قبل التاريخ تعد الجمهورية التونسية بلداً من بلدان شمال إفريقيا وتحد شمالاً وشرقاً بالبحر الأبيض المتوسط وغرباً بالجزائر وتحدها ليبيا من الجنوب الشرقي لفهم كيف تكون الثقافة بين شعوب هذه المنطقة الشاسعة المحاصرة اليوم بين الصحراء والبحر الأبيض المتوسط لجأ الباحثون المتخصصون في دراسة حقب ما قبل التاريخ إلى القيام بحفريات لاستخراج دلائل علمية تعيد التصور الأقرب إلى الواقع البيئي والحياة التي عاشها الإنسان القديم خلال عصور ما قبل التاريخ أدلت الاكتشافات الأركيولوجية بعدة حظائق تؤكد أن تاريخ استقرار الإنسان القديم في تونس يعود إلى فترات ما قبل التاريخ أي خلال العصور الحجرية القديمة السفلة قبل التاريخ المتوسط قبل التاريخ المتوسط والذي يعتبر أن تأثيران التاريخ طبيعي للغدري موجود إلى المسطط عندما يطرق طول تأثير постав كيف ألخط الهسلة موسيقى يشكل المجال البيئي من مناخ ووديان واشجار وحيوانات عنصراً رئيساً في سقل الطبيعة البشرية وقد استطاع الإنسان أن يستغل مجاله البيئي من جميع الجوانب فابتكر العديد من الأدوات المتعددة لاستعمال كما نسج علاقات اجتماعية وثقافية تلك حصيلة حتمية تاريخية لتطور الجنس البشري واحتكاكه بمجاله البيئي على مدى حقب امتدت ملايين من السنين انعدام وضع تواريخ دقيقة أحال دون الحسم في العديد من الأطروحات إلا أن جل الباحثين يؤكدون قيام علاقة بين الشعوب القديمة لشمال إفريقيا دون حدوث أي قطيعة ساعدت العمارة الجنائزية الأركيولوجيين والمتخصصين في حقب ما قبل التاريخ وأصبحت القبور القديمة سجلهم الغني بمعلومات تفك بعد الألغاز عن حياة الأجداد القدماء وموتهم سيستمر صندوق الشركة سابع ما قريبها السابق هي حقبيلzt وتجاهل أمم حصل على حقب من 4 قطة دون حقب محصلية دون حقب دون حقب وصل أمم عندما قد عقبه في الأمم في حقب سيستمر يقوم بس Gröبط من دون حقب محصل إلى الرحالة تجربت كل شخص من البيبع اوضح البشكر على المساعدة. ثم يتجربت بسيارة الحفارة في المساعدة. تجربت بسيارة مجرد، تجربة المقابل في المساعدة، عندما أضحنا فضلك، عندما أحدثنا، ندعنا بسيارة في المساعدة في موقع البيبع البيبع، فمتنم في محقوق ولكن لمساعدة في مستخدم، وفي محقوق لجبب ، كباقي الدول المغاربية تحتضن الأراضي التونسية أنواع مختلفة ومتعددة من الدلائل التي تبين ارتباط دول شمال إفريقيا بعضها ببعض منذ العصور القديمة رغم وجود خصوصيات تمتاز بها كل منطقة فإن الأبحاث الأركيولوجية والحفريات التي أنجزت أبانت عن اكتشافات مهمة تتجلى في الأدوات الحجرية والنقوش الصخرية والصباغة بجانب العمارات الجنائزية المتابعية وفي ذلك أجل بالتحركة، في الهومان يتجه في دونع نيواله على أمسكين تلك ما وضع أمسكين في طعب مكتب أمسكين كياريًا يسرعونك في تلك البشرية، ومن ثمانا يجب العمودة على التوليس كذلك في الغد المنزل كذلك في تنسية، الذي يسمى بازينة، مدينة أنه منذ برباك، إنه توميولوس، ولكننا نضع لكي أسرع لكي أسرع لكي أسرع. تعني الكلمة اللاتينية توميولوس قبرا قديما غالبا ما يكون دائريا ويواري جثة. يمكن لهذه القبور أن تتخذ أشكال هندسية مختلفة، حيث هناك قبور بسيطة عبارة عن حجرة مكدسة بعضها فوق بعض وتغطي عظام الميت. وهناك قبور ذات هندسة معمارية متطورة حيث يتم تأثيث فضاءاتها الخارجية ويتم إغلاق القبر بصخرة نخمة للحفاظ على جثة الميت. ، ترجمة نيزوجه في مستوى الأعباء وضبط المعروف تيدي تقديمات مجرد البردية هناك كثيرًا انظر سحوSt سحوظ سحوظ هسهواء و سحوظ مجاليطيق هذه الطب Greenal تقديم للغاية واللغاية من خارENCE في بعض الأعافي تقديم خارجة كما نحن وعندما يوجد دو أو ثلاث تيب في مجموعة واحدة. كما هو الشأن في تونس والجزائر والليبيا، تحظى العمارة الجنائزية في المغرب الأقصى بمساحات شاسعة وتنتشر بكثرة في الأراضي الجنوبية، وهي متنوعة الأصناف، القبور ذات قرون، والقبور على شكل ثقب المفتاح، والقبور المسمات بجناحي ذبابة. كما توجد القبور القديمة في الشمال المغربي، مثل القبور الميغاليتية المتواجدة بقرية مزورة، ويطلق عليها السكان المحليون اسم لوتد. يملغ ارتفاع أكبر الأعمدة أكثر من خمسة أمتار، كما أن عدد الأعمدة التي كانت منتصبة على شكل دائري، يتجاوز 150 عموداً. الحجارة التي توضع على شكل دائري للإحاطة بالعمارة، تبليط العمارة بالحصى، وضع أعمدة جانبية داخل الغرفة، إحكام إغلاق القبور بصخرة ضخمة أو بأعمدة على شكل سياج، كلها علامات تدل على تواجد هندسة معمارية تتشابه نسبياً، وتغطي جل الأراضي المغاربية. لا تزال قبور الدولمين، المتواجدة بكثرة في تونس، تثير اهتمام العديد من الأركيولوجيين والمتخصصين في دراسة حقب ما قبل التاريخ، يقومون بحفريات دقيقة لاستخراج كنوزها الثقافية والعلمية. في تزال، بعديدان الإخذات كما قبل تصبير من الأرداء حقب المناسبقاءة، كما نسيطةد الديناء الديناء أول سيطين على التاريخ المز易 جديد. عندما نفس الأمر بسبب ما هي أي أن الأمر بسبب ستياجة الديناء تخصصين ويقوم نرخل من أقل من أعلى منه ويقوم نغلق من أكثر من أجل تقلق من الفقراء ويقوم نبدأ على قد التقدمات والإنصال والموضوع الاتصالة والمئنة والمهتمة بشكل مهم نجد والأسفل على التحليم يتحدث في العلم الماضي وفي التاريخ يظهر أن المخورة الكبيرة والمخورة المهم هو هاته المباني وهاته الهندسة ونقول هندسة لأنها فعلا هندسة فالهندسة ليست هرم فحسب وليست معبد روماني أو يوناني فحسب الهندسة أيضا أنك تجد في 10 ألاف و 15 ألف سنة قبل اليوم من بنا بزينة هذه من الأمور المهمة التي تجعل من الصغير إلى الكبير من المرأة إلى الرجل تهتم بهذا القسم أنه متصل بالحياة اليومية فليس حسبه ليس التاريخ وفلسفة وأثار لا هذا معنى الحياة اليومية وماذا كنا نفعل في قرون الأولى هذه والقرون الأولى هي الخطوات كما قلت الأولى للحضارة بالقرب من قرية قلعة سينان التونسية ينفرد موقع أثري آخر يجمع بين حقب تعود لعصور ما قبل التاريخ إلى فجر التاريخ ولا يزال ضريح إسلامي يحمل دلالة ديمومة استغلال هذا المكان دون حدوث أي قطيعة طاولة يوغرطا هذا هو الاسم الذي يعرف به هذا الموقع الأثري الذي يختزل عصوراً وأزمنة من حياة الأسلاف القدماء ويحتضن قبوراً قديمة تسمى بالدولمين كما يمتاز بحضور صنف آخر من العمارة الجنائزية وتسمى بالحوانيت موسيقى موسيقى في في السنور نريد نام دائم عدد أن الحوانت دائم يمكن أن أخدرون موسيقى عدد في جنانات الكمال خط شبه من المعظم في مجزيل حفوا لكي أدوى هذا حوانت موسيقى هي إسمائه حفا كمسي موسيقى هناك كبيره ستيشه لحوانات هذه محوانات التي وثيره أنها سوى من المزيع ومثالات ملاحظة لأنها مثلاً بذلك أو منببلاقنا على أوضع مزاو أخرى وما لا يوجد ذلك نحن الأشخاص في المدينة للأرض لتنذي لكن المتحدة في المعارض والويهور يوجد ذلك العديد من النذي من المدافن هناك المدافن ما يسمى بالميجاليت هناك مدافن ما يسمى بالحوانيت هي الحوانيت هي بيوت منقورة في الصخر توجد على في الجبال واستعمالها الإنسان كمدافن عندما ندرس هذه المدافن وهذه الأشكال التي ظهرت في حدود الألف الثانية قبل الميلاد إذن فترة متقدمة جدا من العصور ما قبل التاريخ إذن فترة ما يسمى بفترة خرجة التاريخ نجد أن لها تشابه كبير مع ما يوجد في جزر البحث المتوسط خاصة بجزيرة سقلية إذن نستنتج أن التأثيرات القادمة من البحث المتوسط ظهرت بصفة جالية في هذه الفترة الفترة المتقدمة من عصير قبل التاريخ إذن هناك كان اتصال بين الشعوب التي كانت تتواجد في بلدان الشمال الأفريقي وشعوب الجزر البحث المتوسط التاريخ إذن هذا �도ligوين Uhr التاريخ إذن هم МУЗЫКА كانت توجيكي pas التاريخ إذن على نفس التاريخ الأفريقي وكثيرا هناك بعض الأشخاص التي يجب فقط في نور وليس يجب فقط في السود مثل الدولمين التي لا تقلق الأتلاس سايريا يجب فقط في السود على مشارف جبل مزيطة يوجد موقع أثري يطل على وادي سرات يضم العديد من القبور القديمة من الدولمين كما توجد به بقايا مساكن قديمة شهيدة من الحجارة والأتربة وقد تعود للسكان الأصليين الأمازيغيين مما يدل على أن هذا الموقع قد عرف استقرار الإنسان منذ أزمنة قديمة إلى فجر التاريخ موسيقى 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 أمام العديد من جديد من الشمبر الجديد من المدارك من السيارات ويتبه boom من قبل المدنة لديهم أولاسترار المدنة ترجمة لديهم هناك جزء طوالات لديهم تقبل المدنة يمنيها من نمبروا كبيرة ويجعلوهمهم يميهم الأجراء ونظبيهم وهم يكون حصلت إلى أدخل بربر مدلسيسة في اميرسيش في مدلسيسة في مدلسيسة في مدلسيسة ومن أكثر من المفيدة من الويد يوجد مرميزة رمديا، مدلسيسة في مدلسيسة في مدلسيسة وهو مجموعة جميلة وهو مجموعة كان الإنسان القديم يدفن موتاه في نفس المكان الذي يسكن فيه ثم لجأ إلى دفن الموتى في مقابر تليق بهم تلك كانت أولى اللبنات لتأسيس أولى المقابر لولا هذه المقابر لفقتنا حقباً عصرت شعوباً وقبائل منذ مئات الآلاف من السنين ربطت علاقات وبلورت ثقافات وتركت بصمات أولى الحضارات الإنسانية وأكثرها قدماً بينما يقوم علماء الآثار بالحفريات دارسين جميع أنواع اللقى الأركيولوجية ينصب اهتمام الأنتروبولوجيين المتخصصين في علم الإحياء على الإحاضة بمفهوم الموت من جميع النواحي سواء منها المتعلقة بعملية الدفن ووضعية الجثة ودراسة القرابين رغم أن الاهتمام بدراسة العصور الحجرية حديث العهد بالنسبة لدول شمال إفريقيا فإن أولى الاكتشافات ظهرت مع حفريات قام بها الفرنسيون أواخر القرن التاسع عشر موسيقى موسيقى أخر Belgium موسيقى موسيقى بلحفظه ملحبطة قد تحقق بهم منطقة 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 على سوائة في سوائة المجرد منطقة عموضة منطقة 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 فراءة على مطلق الأضمن قد تطبيقات قد تطبيقات المطلقة أو ترانجيه. نخارج لدينا أحاول الغريبات المنزلية التي يسميها المنزلية تصنيعها الغريبات المنزلية ويوطن المنزلية الذي تدرك اليوم الآن في نجد من الترقبات المنزلية المنزلية يتحجب أن ترغب أن أفضل حيث ينقز على محاولة تحيات drawn في موضوع الى وزنعه وضعها لحمية قد وضعه ثم ينشيح هذا المنظم بالطبع على الليل موضوع الليل، أي وزن انهيدي بطائع العمل förى مضح الظنية لذلك عندما يتحق في المسيحة في الموسيحة على الوصول على إخدارة من خلالة من ديكافة الوصول على السيديم هم سيديمون يتحدث في المشيحة في الموسيحة بحث محمد المسيحة أو المسيحة لتحقيق يقوم بإمكانه في التجربة على المسيحة في الموسيحة يوجد يوجد في تقلل مجلسة أو مجلسة، ويوانا يجب أن يكون منذ حالي، ويوجد في مجلسة من الأساسية. هذه الفيحة يتحرك من أحصاب مجلسة ومجلسة تحصاب من أحصاب المجلسة حتى يجب أن يكون على الأحصاب المجلسة على المجلسة. ندريه الدولة نحن ندريه في حيانات المناطقية أجل منظمة أبداً حيث يدريًا وصعى مصنع لمضاً من صنعين إلى مصنع فهذا يؤدينا مئن نعلم أن نحن الأن في الأن في الأن المصنع عندما يتحبون بعض المناطق أدوات حجرية معدلة عظام حيوانات انقرضت اليوم أنواع من الحلي دوائر قشور لبيض النعام مثقوبة ومزركشة أواني قديمة من الطين جميع هذه الدلائل الأركيولوجية حيرت علماء الآثار والأنتروبولوجيين على حد سواء لكونها تتعلق بالحياة أكثر من الموت من هنا تأتي أهمية علم الإحياء والأنتروبولوجيا لإعطاء تفسيرات عن الدافع الذي حفز الأجداد القدماء لوضع قرابين وهدايا تتعلق بالحياة وترمز إلى ممارسة طقوس وشعائر تتميز بعض الحوانيت بإدلائها بالعديد من القرابين المادية من أوان وحلي وعظام إلا أن تواجد صباغات على جوانب بلاطات بعض الحوانيت تمثل حيوانات أو رموزا لها علاقة بطقوس شعائرية أكدت للباحفين أن الإنسان القديم أبان عن قدرات عقلية متطورة تجاوزت المادي إلى ما هو جمالي سامي أو روحاني تتعلق بالحياة تتعلق بالحياة تتعلق بالحياة تتعلق بالحياة تتعلق بالحياة في الألغيرية والتونسية على بعد حوالي ست كيلومترات عن قرية سليمان التونسية توجد مقبرة أثرية تضم غرفاً جنائزية تعود لحقاب قبيل التاريخ تتمثل هذه القبور القديمة فيما يسمى بالحوانيت وهي عبارة عن غرف تم نقرها وحفرها في الصخور لدفن الأموات موسيقى 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 فهو يمكن أن تبع بشغال كما يمكن أن تبع بشغاله، فهو التجاري إعادة عن المدينة الكروفية، من أولئك من تحوالها، سمع بشغالة أو تنظرها من المدينة، وعندما تبع بشغالة كمع المدينة، سلاعات المقبضة، سيارات المقبضة وانتقل على الولد في السائب موجودة. في هذا السموء، حيث يكون هناك سلاعاتي وحيشة لبعلك، وحيشة لبعلك، سلاعاتي لبعلك فريسية في البطيرة جهومية، لبعلك لبعلك، على المساولى، على المقبض، على المقبضة لبعلك، لأنها تلك العزيزية في الوزراء لتعبار الزومي بحرقين، مع الوزراء، مع الوزراء، مع الوزراء، مع المقاربات المخلوقات التي يوجد في الأخوانات هي تلك التنزيل التي لا نريد أنه لدينا مقاربات مرة أخرى. هذه السببات التي تتفعلها في مختلفة تجربة في مختلفة تحديد من المتحدود ببعض الأحرارات المتحدة في تنسي لا يوجد تحديد من تحديد من التنسي ونحن لم يأتون لديه في مختلفة تحديد من الأحرارات في مختلفة فقد أنهم يصبحون إلى أولاد المعارضة التي تشعرونها لذلك تشعرونها وليس لديهم أيضاً مع المعارضة 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 تشعرونها لديهم قليلاً لا أعتقد أن هناك أيضًا عن حوانات سلائة التي تتخلصت على المساعدة أو المساعدة لذلك كل شيء من هذه حوانات سيارة أو في بعض الأحوانات التي تتخلص فيها حوانات التي تتخلص فرصة لذلك يمكن أن تكون أسهل كما هذه المعارضة ويمكن أن تكون أسهل كما في أخرى ويوجد أن تكون لديك أمين في العنزل ومع فعنة أكثر محوظة للموت هذه هي أكثر من المثالة ويوجد أن تقولون أن هذه المثالة في العنزل ويطبع أن تجدون أن تجدون تشاركات يوجد بعض المشاركة التي تتبع لها تشعر بأن هذا المكان تحديث بين الحياة والمشاركة ويوجد بعض المشاركة تتبع خلال المشاركة تحديث عن المشاركة يمكنك أن تقولون أنهم يتفوحون من التجارة تتبعون في المنزل تحوانات المشاركة يصبح لا تصبحاعدة في ترجمة المدينة في هذا المدينة نعيش بعض المدينة تقديم تقديم ترجمة المدينة في هذا الوقت نكتب مع مكان ما تبعث ومكان يعتبر كان قطعة اشغاب وتعالى مساوها لطلق النقاط كان للعواق إنههم أسطلق لجميع الأسراب هناك هناك مكان ما تبعث في هذا الجميع قال لذلك أبعث كما يشب بجميع الأسراب هذه السرابة هي قطعة لذلك يجب أن نتعلم هنا أننا كانوا سعيداً جداً لذلك لا يجب أن نأخذ الكثير من الوقت أو يجب أن نتعلم الكثير من الوقت لكثير من الوقت معرفة المناخ الذي كان سائداً منذ عشرات الآلاف من السنين أصناف الأشجار والنباتات أجناس من الحيوانات انقرضت تلك هي بعض الحقائق التي أدلت بها العمارة الجنائزية لتصبح لدى علماء الآثار موسوعة مليئة بالدلائل العلمية إضافة إلى حمولة معرفية ذات الأبعاد الروحية والثقافية مارسها السكان الأولون في شمال إفريقيا إذا نأخذ المنومات ميغاليتيك في كل مدينة المغرب لذلك الثقافية كما يبدو في هذه المباشرة في هذه المنطقة إنه مجموعة إنه مجموعة إنه مجموعة هذه المنزلية المخصوصية يجب أن تركنا هذه المنزل لن تركناها ويجب أن تركناها إنه مصدر من ماتيريال، من ماتيريال ولكنه أيضاً ممتعات وممتعات وممتعات يتكلمون على هذه الأشياء من الصعب التكهن بأن هذه الأطلاف من الصخور والحجارة إنما هي قبور تواري رفاة عظام الإنسان القديم اختار أمكنة استقراره بين صخور الجبال مارس طقوساً شكلت رافضاً غنياً من ثقافته وابتكر أنماطاً من الهندسة استعملها لتشييد عمارات جنائزية إكراماً لأمواته هذه الأجهزة، هذه الأجهزة إنه فتاة، إنه مجموعة ويجب أن نجد الإنسان ويجب أن نجد إنسان canديم ويجب أن أجد الإنسان ما فيتدام 450 أمبيوات أو 50 أمبيوات ومن وأجيز تقرير أنها لم ن growل لسف해تون أطنقاء إنها نهارات وليس المستدامة ويجب أنها عدت يصبح الناس يصبح ريليجيوز يشعر أنه يوجد شيئاً يستطيع أنه لا يفهم ويجب أن يفهمه يعتقد أنه يعتقد أنه يوجد شيئاً يشعر أنه يجب أن يجب أن يفهمه تضرح دراسة العمارة الجنائزية العديد من الأسئلة تدور حول كيفية هندستها وضعيتها ياكلها العظمية أنواع القرابين وأثناء البحث والتنقيب تستخرج أدوات أركيولوجية تساعد الأنتروبولوجيين على إيجاد أجوبة تفسر الغموض الملفة بالموت والذي جعل القدماء الأولين أحياناً يخافون منه وأحياناً يسحرون به تساعد الأشياء الأشياء تساعد الأشياء الأشياء تساعد الأشياء 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 تساعد الأشياء 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 تساعد الأشياء 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 الغموضة كصالا حوبileri هذا يبدو أمنتاج بشاكل كما مصنف من أساسي هكذا لكن هناك أيضاً، مثل مثل تقل بشاكل من خلالة ليس من خلال وبشاكل والحضب بشاكل سيارةٌ معنى الأمام وضمستوى وضمتر بلسة و تفصر من خلال ثلماً من أخر لا نظر مخلال بال específic تحت الملغة την تلسلة المريضة. تحت تحرك المكان و تحتاج الموت. المنممين والاسينا والمين والهم والتوميليز همدو غابوة من العم you are تحتاج الى من الأنمي والثيق و الأنمي تشغلت من المنزل للغاية والمناس ومع ذلك، ومع ذلك، ومع ذلك، ومع ذلك، ومع ذلك. رغم إثراء علم الأنتروبولوجيا للدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بمعرفة أصل وتطور الإنسان، لا تزال القبور القديمة تحمل العديد من الأدلة تدفع فضول علماء الآثار وعلماء الإحياء لطرح تساؤلات. ما هو أصل أصحاب تلك المقابر؟ لماذا رسموا داخل المقابر بعض الحيوانات دون غيرها؟ كيف كان نمط عيشهم وثقافتهم وتأقلبهم مع مجالهم البيئي؟ من هنا تتدح صعوبة مسؤولية علم الآثار الذين لا يتوفرون على مصادر كافية لإيجاد أجوبة مقنعة ونهائية. ووحدها المواقع الأثرية لعصور ما قبل التاريخ تبقى ملاذهم للتزاود بمعلومات علمية تتمثل فيما يتم العثور عليه داخل المقابر القديمة. لطرح تساؤلات كثيراد هو ي確保 تسعاف ما هي أنه مصارجة من أين المصارجة امن المصارجة. هذا يبقى بمصارجة بتواجه ، يرى الوزول يتعاب بمصارجة مصارجة. أي أنقم أن سيكون على مقارنة التونيحة في الوزول على مقارنة الإنساقات ، نقول أنه يساعد حاول فهو تروريليا في الوزول كامامة. إذا كنت أعود في منحن العادل على تقع الدواصمي كيف تنشجن العادل على لا تحاول تزعود إذن أي منحن سنعود أي دعونا تخلط كثير من الأنثار أو أعود عن الأنثاردي وفقه، على إذاً أن الأنثار، لأن الأنثار المزيدين، لم يستخدمون الإثار باستخدام بعض المزيدة ومتحن الأنظار المزيدة جب أولنا في سنة المنحفة أكثر من نوعية العالمية تسألت في تلك الوصف تقديمه سنة المنحفة سنة المنحفة بخبارة على المنحفة تقديمها ليس للتحب الوصف سنة المنحفة بخبارة في وصفحة المنحفة أكثر من عينكا في قبل من الأرض فقط انهومة المعينة في مجمال العين أو ينتجون من تكرونة المقرارة فسحة في المعينة في المعينة feeding المعينة في زوجة داخل المتابعة في المعينة المعينة تحت إحضار في المحين. ف nämlich ذلك يدفع المعينة المعينة الاستمرار. ويوجد مختلفة، ويوجد كل شخص يختلف. لذلك يوجد مختلفاً من سنة إلى الأخرى في نظام إيبار الموريزيين. القبور ذات جناحي ذبابة بالمغرب الأقصى وباقي العمارات الجنائزية في كل من الجزائر وليبيا والحوانيت والبازينا في تونس جميعها بنايات لها دلالتها المعمارية والشعائرية. يهتم علماء الآثار والأنتروبولوجيون دراسة الشعائر والطقوس الجنائزية معتمدين على بعض اللقاء إضافة إلى الأدوات الأركيولوجية المدفونة في القبور لفهم المحيط الجغرافي أو الإحاطة بتاريخ شعوب انقردت وعلاقتهم مع المجال البيئي. المحيط الجنائزية ومع المنطقة كانت تحصيح بشكل كبير ومع المنطقة ومع المنطقة كانت تحصيح المنطقة منذ سنة 1924 إلى يومنا هذا ساهمت العمارة الجنائزية في منح علماء الآثار والأنتروبولوجيين دلائل علمية تؤكد استقرار الإنسان على أراضي دول المغرب الكبير منذ ملايين من السنين إلا أن علماء الأركيولوجيا والمتخصصين في دراسة أصل وتطور الإنسان يجهلون معاني العديد من الرموز والأدوات والتواريخ الدقيقة لبعض الحقب كما أنهم لم يستطيعوا الحسم في أصل بعض الأجناس البشرية القديمة وتطور حضارات وثقافات تعود لحقاب عصور ما قبل التاريخ موسيقى هذا المسيقى موسيقى 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 وليس يكون على المستحيل من ما يبحث عنه كم إمتحالات مثل الاركيولوجية ومعاقات المعارضة ويبدأ من أجل المعارضة أجل أنه يبدأ من أجل المساعدة من أجل المبارضة جل الأبحاث الأاركيولوجية تعمل جادة لإعادة كتابة تاريخ أصل وتطور الإنسان مدعمة بدلائل أركيولوجية وحجج علمية وتواريخ حقيقية وتحظى شمال إفريقيا من بين الدول بتواجد إرث أركيولوجي غني يغطي جميع الحقب للعصور الحجرية تهدي مجرد من نفس الوحجرية يجب أن نحنسسي يجب أن نحنسسي هذا مدعم وأن نحنسسي وإننا نعرفه ونحنسي وإن نحنسي وإن نحنسي لتحقق أحضر من هذا المنزل يمكننا أن نحن نحن هذا المنزل بشكل أخرى لأننا نحن نحن في بعض المنزل يحتاج إلى ممتازين ممتازين كثيرة هي العلوم التي تعمل مع علم الآثار لإعادة كتابة قصة الأجداد القدماء والنبش في حضارات وثقافات ولغات ظلت طي الكتمان ولم يتحدث عنها التاريخ القديم قصة دونها عقل الإنسان الأول الذي استقر في شمال إفريقيا منذ عصور ما قبل التاريخ ورغم ذلك فإنها قد تظل منسية ما دامت الشعوب المغربية لم تدرك بعد أن هذه القصص تحمل دلائل علمية تؤكد حتمية وحدتهم وأن أولى حضاراتهم ليست إغريقية أو رومانية أو فينيقية بل هي حضارة بل ورها السكان الأصليون الأوائل منذ ملايين من السنين موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة